رسالة مهمة جداً إذا جاز لنا أو سمح لنا الجمهور المصري والتونسي بنحنا نقول أنا اللي يعنيني من العلاقة كانت رائقة جماهيرية من الشعوب حقيقة ده مشهد أسعدنا وشعرنا بالغبطة بسببه زي ما اللقاءات المصرية الجزائرية الأخيرة كانت قمة في الروعة بين الجماهير وعية جداً 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 لا الجماهير الجزائرية ولا المصرية خذها لك وعكذا كان الوضع في مباراة الدهاب في نهاء إفريقيا بعض بقى الأشكال اللي مش قد كده اللي عايزة تعمل ويقول لك والترجي وهنستنى الجمهور وهنعمل وهنعمل في الأهلي ومتباحة وبتاع وأشكال كده هذا الكلام عارض تماماً من الصحة وأكاد أزعم وأنا على يقين أن الجمهور التونسي أرقى وأجمل وأشيك وأكثر احتراماً من يحصل منه أي حاجة وأنه سيقابل مصريين بكل حفاو هيبقى متدائي من الحاكم اللي عمله في المطش الأولاني ده كورة أصل ده غلط أصل ده عمل حاجات بتكرر لك جمهور ليه علاقة بيها دي فرقتين مع بعض فلان يخرج الموضوع عن هذه الحكاية ونحن بإذن الله على يقين لبت اليقين ده منين؟ من عدد زيارات كبيرة جداً لتونس هي الأكبر وكانت معظمها زيارات كاراوية وأنا على يقين جمهور التونسي بإذن الله هيكون نهائي رائع بين دولتين هي ملهمش أين في صمعاً بعض مصر وطول ومهور الترجج ومهور كبير ورائع سيحصل الاستقبال وهنرسم الصورة المحترمة فاليافو زمنيافو عملوا أنتوا عايزينوا في الملعب أكلوا واتباحوا برياضة يعني وبروح رياضية نمى خارج الملعب كل ما يترد التمانية واربعين ساعة ده غير مقبول إطلاقاً ودي أياد بتعبث الخفاء وعايزة تشغل الناس بالملها الكبرى اللي عاملها الحكومات العربية بقالها سنوات ولا سنوات وما فتئنا نحذر منها ليلة ونهار أي مشهد في استضام أي مشهد في عنف غير مقبول على الإطلاق ولا هو يليق بالجماهير التونسية ولا بالجماهير المصرية ولا بالأخوة والأشقاء والألم الكبير اللي بتحيا فيه الأمة دي بالله عليكم محدش ياخدنا ويودينا حتة لا لاش أي معنى كلام ده احنا ما اعتبرين ان احنا ما سمعناهوش ولا يعبر عن تونس وعلى يقين شعب درق جداً انا على يقين المشهد المباراة النهائية بإذن الله ولن ياخذنا الجماهير التونسية ستكون في الموعد وعند حسن الظن بيها وهيكون مشهد عربي محترم بالله عليكم مش نقصين ما بقاش في جتتنا كوطأ كشعوب عربية وكجسد واحد أي مكان لأي تعاورات أخرى ترجمة نانسي قنقر